يذكر أن اختيار يوم الخامس والعشرين من مايو من كل عام للاحتفال بيوم أفريقيا يمثل الذكرى السنوية لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963 في ذلك اليوم وقعت اثنتان وثلاثون دولة أفريقية مستقلة المثاق التأسيسي في يدي سبابا وفي عام 2002 أصبحت منظمة الوحدة الأفريقية تعرف باسم الاتحاد الأفريقي تحتفل الدول الأفريقية في الخامس والعشرين من مايو من كل عام بيوم أفريقيا وهو احتفال سنوي يمثل يوم الحرية الأفريقي في ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية والتي تعرف الآن باسم الاتحاد الأفريقي وجاءت فكرة المؤتمر الأول للدول الأفريقية المستقلة في غانا في الخامس عشر من أبريل من عام 1958 بمشاركة مصر حيث عرض المؤتمر التقدم الذي أحرزته حركة التحرير في القارة الأفريقية التي ترمز إلى تصميم شعب أفريقيا على التحرر من الحيمنة ودع المؤتمر إلى تأسيس يوم حرية لأفريقيا وأسهمت القاهرة في تأسيس هيكل الاتحاد الأفريقي الذي جاء خالفاً لمنظمة الوحدة الأفريقية من خلال تقديم الوفد المصري المشارك بقمة لومي في عام 2000 وهي القمة التأسيسية للاتحاد طلباً لإدخال بعض التعديلات على مشروع الوثيقة وهو ما أخز به وخلال السنوات الماضية سعى الاتحاد الأفريقي إلى تحقيق هذا الطموح بدرجات متفاوتة من النجاح على أسس ومبادئ خاصة بالنهضة الأفريقية وبروح الوحدة الأفريقية والهوية الثقافية والقيم المشتركة وأجندة التنمية المستدامة لعام 2063 للاتحاد الأفريقي